ظنت 150 عائلة استفادت من سكنات ريفية بمنطقة بوزعورة ببلدية فلفلع ظنت أنها ودعت حياة البؤس التي كانت تحياها داخل أكواخ لكنها اصطدمت بواقع عمر سكنات لا تتوفر فيها أبسط شروط العيش الكريم المسؤولين نحن ورعنا نعاني ونعاني ونعاني مضرورين أقصد درع دولة كل ما أعطينا جدو حصصي حصصي هنا وحصصي هنا في ميال تحت وكل رعنا نعاني ونعاني مصرحة للسيني سمو من التري سيتي هنا لأماء والأقصة للتري سيتي نعاني ونسبه حاجة ما تنصبتنا لأولا اتصلنا بسروطات قد هوا المره واحد ما جل عدنا وواحد ما تتصل بنا عدنا ديكوم ها هو قدامك هذه الأوضاع جعلت الكثيرين يحنون إلى عيش القربي وما زالوا خائفين من تغييره بالمسكن الجديد بسبب افتقار الأخير لما موجود بالأول قربي عندي قربي أنا ساكن فيها وما جاءت هنا مليحة أنا ساكن دجاهنا قربي عندي تريسيتي الماء في الدار الطوالات حاشها كلما ما ديرون جيش أعطونا سكنة بسيارة كنتينة بعتها باش نبني هنا ندمت على الأخير خلاص ندمت إذن هي مشاكل حولت فرحة عائلات بالحصول على سكن جديد إلى غم كيف لا وقد سرقت حلمهم بعيش كريم والسبب الرئيس سوء تسيير الجهات الوصية